موسيقى عزيزي المشاهدين أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة ضمن سلسلة حلقات بناء العائلة من البديه أن الانفتاح الثقافي والحرية التي تمتع بها الشباب لابد أن تؤثر إيجابيا على قدرتهم على التواصل مع الآخرين وتعزز قدرتهم على العيش والاندماج في مجتمع متجانس يقبل الآخر من خلال الحوار البناء لكن مع الأسف نجد أن هناك فجوة كبيرة على مختلف الصعود بدءا من العائلة الصغيرة إلى المدرسة إلى الجامعة وصولا إلى ميدان العمل لماذا؟ لماذا لا يقبل الإبن نصائح والده؟ لماذا لا يلتزم الطلبة بالقوانين والتعليمات؟ لماذا العنف هو سيد الموقف؟ تساؤلات كثيرة تناقضات تطرح نفسها من خلال حوار نقاش مفتوح مع ضيف الحلقة الخبير والناشط التربوي عن طريق الدراما والمسرح الأستاذ خالد المصو ومجموعة من شباب طلبات الجامعات أستاذ خالد نرحب بك في البرنامج في حلقة اليوم والذي نحاول من خلال لائجات بيئة تفاعلية مع الشباب على تشجيعهم على التعبير عن أفكارهم وأحلامهم أنت بصفتك خبير في الدراما والمسرح واللي يراه بعض غريب نوعا ما ما هو دور الدراما في هذا المجال؟ أولا أنا سعيد جدا أنا موجود معكم بهذا اللقاء وبتأمل أن يكون هذا اللقاء حميمي وتفاعلي حتى نقدر أنه إحنا نوصل للفكرة تبعتنا أنا بآمن يا إخوان أنه الدراما والمسرح ممكن تلعب دور كثير مهم في حياتنا من أجل توعية شبابنا بأهمية الحوار والاتصال والتواصل أول شي قبل ما نحكي عن الحوار والاتصال والتواصل ممكن نتساءل أو ممكن المشاهدين يتساءلوا يقولوا شو دخل الدراما شو دخل المسرح أنا بقول أنه الدراما عنصر أساسي بحياتنا لأنه الدراما يعني فعل يعني حياة يعني أكشن هذا الفعل اللي إحنا قاعدين أنا وحضرتك موجودين نتحاور فيه مع بعض فيه مرسل وفيه مستقبل وفيه وسيلة الاتصال وفيه التعبير الجسدي وفيه التعبير الصوتي وفيه المكان وفيه المطلقي هذا هو الدراما والمسرح هو جزء من الدراما زي ما أنه الموسيقى كمان جزء من الدراما الرسم التعبير هو جزء من الدراما الشعر القصة النحط الفن الحياة كلها عبارة عن الدراما فإحنا نستخدم الدراما ومنستخدم المسرح حتى نعزز الحوار بين فئة الأطفال وبين فئة الفتيان وبين فئة الشباب وبين كافة أفراد المجتمع جميل أنا حابب كمان كنت أعطي مثل حتى توصل هاي الفكرك كيف ممكن هاي الدراما توصل مفهوم معين إحنا من خلال عملنا بالتلفزيون أو بالومضات التلفزيونية أو مع المؤسسات المختلفة التربوية أو الثقافية بنستخدم الدراما من أجل إيصال فكرة أنا المزموط في عندي بعض المشاهد اللي ممكن هي تساعد حتى نوصر الفكرة لإلكم ونوصر الفكرة للمشاهدين وبعدها ممكن يكون أسهل بناتنا إنه نكمل الحوار كيف ممكن يكون الحوار فعال من أجل إنه يكون فيه أكتر تواصل واتصال بين الأفراد داخل المجتمع الواحد جميل جداً خلينا نشوفه مع بعض إذا ممكن موسيقى 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 المترجم للقناة 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 أنا بتصور إن لمراحل أبعد من هيك ممكن الحوار يكون بين الأسرة يوصل لمرحلة منغلقة جداً حتى وهذا كله أكيد بيولد العنف نعم فإحنا محتاجين أكثر حتى نوصل رسالة اللي هي تعزيز الحوار في الأسرة داخل الأسرة اللي هاد بعمل كت أو ستوب لزي ما نحكي إنه العنف نعم فأنا برضو بدي أعلق على المشهد الثاني شفناه دور المرشد أنا بتصور إنه هاد كتير إحنا نصلت مهم إنه نصلت الضوء عليه في المدارس أو المؤسسات أو الجامعات لأنه المرشد النفسي أو التربوي ممكن يعطي للطفل أو يسمعوا ممكن الأهل ما بيسمعوا الطفل فكتير مهم إنه دوره في المؤسسات يكون موجود جبرايل أنا من خلال مشاركة الشاب معنا في مداخلته فهمت من كلامك إنه دور الأهل مهم جداً هل تعتقد وسؤالي أنا يعني بحاول إنه نتناقش مع بعض هل المستوى الأكاديمي والتحصيل العلمي عند الوالدين بنعكس على مدى علاقتهم مع بعض وعلى تنشئتهم وتربيتهم للأطفال يعني تفضل عزيزتي واضح سؤالي شوه يعني زل الأب والأم متعلمين يعني بشكل بسيط هل هذا بساعد إنه هم مستواهم بالتعامل مع أولادهم بختلف عن أب وأم غير متعلمين؟ هلأ ممكن إنه يكون يختلف التعامل ممكن يكون أحسن بس في كتير عيال أنا ما بعرف قديش النسبة بس في عيال موجودة مثلاً أهليهم متعلمين ومخالصين وخرجين جامعات كمان بس التعامل ما بيكون هالقد كتير منيح مع الأولاد ممكن لأنه حداً من الأهل اتعرض لعنف هو صغير فبدو يمارسه على أطفاله يعني أنا بشوف إنه الإنسان لما بتعرض لأشي بطفولته حتى لو تخرج من جامعة حتى لو أخذ دكتوراه فهذا الأشي ما بيأثر ولا بغير من الانتقام اللي ممكن يبثه لأولاده أو يتعرضوا لأولاده من خلاله من قبله نعم فالتعليم أو التحصيل العلمي مش دايماً بيكون سبب رئيسي إنه أنا أعامل ابني بحنية وأسمعه وأتحاور معه عادي في ناس مش مخالصين مش داخلين جامعات أمرابين أولادهم أحسن ترباي وتحاوروا معهم بحكم معهم أنا متفق معك بس برضو أنا بقول كمان من وجهة نظري إنه التحصيل العلمي والأب المتعلم والأم المتعلمة من خلال اعتمادهم على أسس تربوية سليمة بيكون كتير أفضل إنهم هم يتواصلوا مع أطفالهم ومع أبنائهم بطريقة أفضل من أب مثلاً ما عندوش وقت إنه هو يقعد مع ابنه أو يتحدث مع ابنه أو يتواصل مع ابنه صحيح هذا الحكي أكيد إلهم في العلاقة بس الأمومة والأبوة ما بتتعلق بس بالتحصيل العلمي يعني أنا لما بدي أصير إما بدي بس أحكي أنا خريجة جامعة أنا لازم أعامل أولاد وأربيهم على أساس الأسس التربوية اللي أنا أخذتها بالجامعة وتعلمتها لا الأمومة ينبع من جواتك الأبوة نفس الأشيح يعني نحن متفقين إنه هي هي تبلش من التنشأة داخل البيت الحوار أنا أنا بقول أستاذ جبرايل من وجهة نظري إنه الحوار داخل الأسرة ببلش ما ببلش وإحنا كبار يعني أنا ما بقدر وأنا كبير أجأ أقول ابني اسمع يا ابني أنا هلأ أنا بدي وبننعمل هلأ مثل بنا نمثل هلأ مع بعض نحط حالنا في موقف درامي ونحاول إن نجربه هل أنا بقدر على يعني وأنا كبير بالعمر أجي بقول يلا هلأ أنا بدي يصير بينه وبين ابني اتصار وتواصل وحوار وبدنا نسلح فجأة هيك وإن لو أنا صغير أنا بقول إنه هاي تبلش بالتنشأة كيف لا تبلش الحوار والاتصال والتواصل داخل الأسرة إذا أنا بقعد وأنا ابني وهو بالسن الروضة وممكن أصغر وأسمع له أسمع عن تجربته أسمع الأنشيد اللي بيكون هو يحافظها وأعطيه مجال أما إذا أجل ابني بدي ينشد لي أنشودة أو حافظ قصة وبيدي حكيلي إياه وبقال له بعدين هلأ مش فاضي راسي بوجعني أنا مشغول فهو إيش أتعود ابني إنه ما فيش حدا بدي يسمع له فهو راح يبن راح هو يكبر وعنده الاستعداد إنه أنا محد سمع لي أنا ما بديش أسمع له حدا لكن إذا أبو سمع له وإمه سمعت له أو إذا الأب مسك قصة وقرأ له بالليل لما أنت بتقرأ قصة لأخوك أو لأختك أو الأم بتقرأ قصة لا حدا من أولادها شو هي عناصر القصة؟ مش أنا بقرأ والثاني بدي يسمع؟ معناته أنا أسست نوع من أنواع التأبل إن أنا بتأبل الآخر راح أسمعه راح أصغيله هذا هو الأساس بالحوار وفي نقطة ثانية كمان إنه أنا أقول نعم وش أتنسلك مقبولة وممكن إني أنا أتناقش فيها لأنه أنا مش دائما أنا بكون على حق ففي قواعد للاتصال والتواصل منها الإصغاء رقم تنين إنه أنا أقول نعم لكن هذا يعني قاعد أنا بقول نعم أنا وياك نتناقش مع بعض نختلف بالرأي أنا بقول نعم لكن أو أنا ممكن أقول لا أبدي مش التنظر أقول لا لكن إنه في دائما أخذ عطاء في تبادل في الأراء في تقبل نعم 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 أنا بأن يعرف إنه الياس برحب تمثيل فيه و برك نتصرف ممثل عنها بالفرقة المصرع شو رحيك الياسين إن نجرب بم터� يكورونه مع بعض نعم ونجر ماذا يحدث بين الأهالي بين الشباب وبين أهالي يوم أنا ممكن ألعب دور الأب ممكن يعني اتحرك ووقف يعني ما عجزني المخصة وانت رح تعمل دور ابني اتفقنا طيب الموضوع الحوار كالتالي بده يصير ابني بعد ما خلص التوجيه انا حابب انه هو يكمل دراسته بالجامعة وهو شكله مع مجموعة شلة صحاب ما بده وعماله بيه بخطط لحاله بدان بخطط لحاله معناته مش عماله بخطط مع ابو معناته ما فيش اتصال ما فيش تواصل ما فيش حوار وهذا كتير مهم يكون داخل الاسرة داخل البيت مهم يتصالوا التواصل بين الزوز والزوجة لما الابناء بيشوفوا الاب والام بيشوفوا الجد والجدة بيشوفوا العم والعمة البيئة الاسرة اللي احنا عاشين فيها عالناس عم تسمع بعض عم تتواصل مع بعض في قعدة جماعية معناته بهم بيكون فيه فيهم مقابلين للاتصال خلونا نشوف مثال انه اب لا بيسمع من مرته ولا مرته تسمع منه لا بيقعد مع اخو ولا بيقعد مع حمولته ولا بيقعد مع عائلته خلينا نشوف ايش يا ابنين شو مالك ولا شي الله يرضى عليك ولا يرضى عليك انا كل ما بحكي معك كلمة يتحكي لي ولا شي ولا شي خلي مرة كل فيه اشي بدي افهم عليك انا مش حكيت لك مش حكيت لك انه لحكي مع بعض في الموضوع شو الدعو شو فيه انا ما بديش ادرس شو بدي في الجامعة لا 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 هو على خاطرك هو على خاطر مين شو بدي ده دخل على الجامعة كو بدي ده درس 4 سنين وشو بدي استفيد اخو 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 وانا ليلة نهار عملي بطاحل من الصبح للليل وعملي بقط حاله وعملي بطاحل من حاجز لحاجز وعملي بجمعهم بالدنار وبي دنار عدنار عشان اصرف عليك يا ابنيي وبدل ما تقول لي بدي اتعلم يا ابا ويعطيك العسل ويقول لديش اتعلم هذا هو طيب ما بصير اشتغل وبصرف معك عالدار يا ابنيي قال لي طالب انك تشتغل وتصرف عالدار قال لي طالب انا يا ابنيي يرضى عليك انا ما صاحب ليش اتعلم ولا يا رحمة سيدك كدر يعلمني واللي انا محكيتوش بحياتنا بدي حكيتو معك وبتقول لي بديش اتعلم طيب وهيني تخرجت من الجامعة كدهش بدي اتوظف معاش يا ابنيي مش مهم مش مهم شهادتك في انت بسلاح بكرة ما توظفتش بعده بتتوظف بس انت يا ابنيي بتكون مركز على اشي يأمن لك مستقبلك شو بتصغل يا ابنيي شو بديك تعتمر الله يرضى عليك وبعد انت اسمع اسمع انا ما فهمتك اياها يا ابنيي الله يرضى عليك مليون مرة انت شكلت ملتم عشلت اصحاب وحدا بلعب في رأسك محنون تطلع يا ابنيي انت مين هم اصحابك ابن مين انو عمو انو عمو انو عمو بدي افهم انا منظر مين اصحابي كويسين ما بحكوش شيء بس انا بديش ادرس مش منهم هذا هو اه اكمل مرة قلتلك مشان الله يا ابنيي حبيبك البنت انا كم من ولد عنده انا عندي عشرة انت واختك جيبوا لصحبك عني على البيت يا ابنيي انا بحب اقوعد معك بحب اتعرف على صحابك بحب اتواصل معكم يا ابنيي جيب وش انتو بتطلعوا يا ابنيي بره بان تروح وتصروا انتو وين بتروحوا ولا محل يا ابنييي كون ما لك متبتكلش انت كون انا بروحش محل بصهرش اه تصهرش اه ولا هذي كليلة داخل على الضار ويضع عمالك تنس نس على الساعة تنس عشر وين كايين بكيت عنده في الضار مروحش محل اه طب لق زي ما بديقعد عنده في الضار انه منه المحل والله الاذي يقعدüyorsun لك اه ما كالف عننا شي كيف يفعلوا يعني شوف اهم معنا شي عنده ما يقعد من ارقل عدا بالتخلي بترقل ب�� يودقل 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 الله يرضى عليك يا ابني الله يرضى عليك أكمل مرة قولت أنا يا عظي شو أقول لك أنا مش اتفقنا يا ابني الدخان مضل للصحة والأرجيلي بتضل للصحة أكثر وأكثر أكمل مرة قلت لك يا لماذا تسمعش منه أنه أجب لك حدا عشان تسمع منه أنا عارف خالق تأمرض ببطل أدخن سلامتك من المرض سلامتك يا ابني من المرض شو؟ يعني هذا بيصير في حياتنا نعم مثال نعم وممكن يصير بطريقة فيها عنف ممكن توصل للعنف أنا بعرف كثير حالات من خلال أعمال مسرحية أنتجناها مثلا أعطيكم مثلا عملنا مسرحية اسمها كفا بالتعاون مع جمعية تنمية المرأة الريفية هذه المسرحية تحكي عن العلاقة بين الأبناء وبين الأباء هذا الابن يشوف أبوه دائما معصر ما فيش أشغال ما فيش مدخول الوضع الاقتصادي السيء بيشوف الأب دائما متوتر بيتحدثش مع مرته مرته دا فيش تحكي معه بردش عليها بيستوعبهاش بتوصلش معها عصبي أحيانا بيستخدم العنف اللظي العنف الجسدي العنف المعنوي فهذا كل ما بنعكس على الشباب في البيت يأتي الشباب دائما يتحاوروا الأب لا يتحاور أنا أقول أننا لا نحمل المسؤولية على الأب أو على الأم أو على الأبناء هذه مسؤولية جماعية أنا أحب أسمع من تجربتكم أنتم من حياتكم هل أنتم تتوصلوا مع أهليكم سؤال جميل مثلا توقعي في مشكلة تقعد مع أمك؟ تقعد مع أبوك؟ أقعد مع أمي بس أبوي بحكيش معه ولا كلمة أخ أخ لماذا صيد؟ أعرف شو أنا صغيرة لم يكن هناك تواصل بيني وبين أبوي فكانت كانت المرة هيك العربية أعرف كيف مربينا لأمي قال أنه عندما يأتي أبوكم يجب أن تهدوا وليس أن تتحدثوا كثيرا وليس أن تتحدثوا كثيرا وليس أن يأكل وينام وينام فشكله صار عندنا عادة أنا وأخواتي أنه لا يوجد شيء يأتي أبوي مثلا ونذهب إلى الغرفة يجب أن يرتاح بطل فيها الأد حوار بيننا وبيننا حتى عندما يتحدث معي أشعر بخجل أو بخاف أوقات عندما يتحدث معي أين فيكم ممكن أستاذ جبرايل أنه يساعدنا بهاي الحالة إذا كان الأم تقول ها أبوكم دخل على البيت ولا نفس ولا صوت هل الأم تساعدت أن يكون هناك إتصالة وواصل بينك وبين الأب أم يجب أن تتصرف بطريقة ثانية حتى تنمي العلاقة بينك وبين الوالد جميل كان مفروض أن تتصرف بطريقة ثانية لكن لا تنمي العلاقة بينك أذنك أجل أحد أسمع أيضا من الأخوات أم يمكن أن تتصرف بطريقة ثانية لكن في هذه الفترة لم يكن هناك أدوى بقصة الحوار والتواصل بين الأهل فهذا الأمر تربى جوابنا فهنا نجل ونجل نجل 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 فهذا سؤالي هنا هل حاولت تتحدث مع هذا السؤال? هل حاولت تعبري عن حالك? هل حاولت تتحدث مع أبوك تراجعين? أنا أتحدث معه عادي لكن ليس كثيراً وأنا أصدقائنا لماذا لا نتحدث مع بعض ما أعرف منه هناك نظام للحياة الأسرية الحياة الأسرية جميلة جداً وإنكم شباب وكل واحد فيكم عمله يتعمل وعمله يتعلم وأنه في المستقبل كل واحد فيكم يحلم أنه يكون أسره لكي يجد أن يجد نفسه ويجد ذاته ويجد كيانه ويجد مستقبله هل الأسرة فيها قواعد؟ ولا الأسرة ولكن مجرد أن يجد نلتقوا مع بعض بدأ أوصل كمان بعد هذا السؤال هل من خلال التعامل داخل البيت في وقت للإفطار مثلاً في وقت للغداء مع بعض في وقت مثلاً نشوف تلقي تلتزيون أو كمبيوتر لأنه أنا أقولكم أنا كمان أنا مش عائلة يعني أنا نموذجي أنا بعاني في بعض المشاكل مع أبنائي مع أطفالي لكن بحاول أن أنا أتخطاها من خلال قراءاتي من خلال تجربة الناس اللي سبقوني بالخبرة وبالتجربة أعطيكم مثل أنا كثير بلائي لذيذ أنه لما نلتقي على الصفر على معهد الغداء لما نتغذى مع بعض تغذى مع أهلك تتغذى مع بعض بس أسمع منها ماذا تتحدثوا على الغداء؟ أنه لا نتحدث أي شيء عادة على الغداء يعني غير الأكل جاكي أنه بشكل أوكل ونطلع لا تتحدثوا أن هذا ناقص ملاح يعني فيها موضيع تاني بتصير أنا أخوتي يعني إحنا في المدرسة وفي عندنا في الجامعة فإحنا نتغذى ومنظر رايحين على دروسنا أغلبية المرات يعني لا نتحدث أي شيء خمس دكائكم نروح على الدروس هل على يعني خلال تواجدكم مع بعض الغداء أو العشعة والفطول أنا يعني أعطيت الغداء كمثال هل بصير في مثلا أنا أجيب والله أجيب أخبار على البيت أسأل مثلا والله اليوم أنا وصاحبتي شاركنا في ورشة واختلفنا أنا وياها أنا عملت البروجيك وأنا اللي اشتغلت على البروجيك وأنا اللي تعبت على المشروع وأنا اللي سويت واجت زميلتي على البارد المستريح وأقدمت البروجيك معي وهي ما تعبتش نفس التعب اللي أنا أتعبته هل هاي الأشياء بتشاركوها مع أهليكم مثلا شو رأيك أسمع منك أنا آب يعني أنا كل شي بحكي مع أهلي يعني مثلا لما أجمع معهم كل شي يعني مثلا في الكلية إنو شو سويت كل شي بحكي لهم إنو كل شي مني حكي لما تتحدث مع أهلك هذا بريحك آه كثير تشعروا إنو هذا الاشي كمان بريح أهلك بصير فيه ثقة أكثر ثقة مفتوئة إنو بتزيد ثقة بيننا إنو هي بتنصحني يعني أنا بنصح إنو أهلي بنصحون كتير وأنا بنصحهم إنو يعني مش أهل وأبناء نتعامل كأصدقاء نعم هيك أسمعني خبرتك تقريبا هي حكت نفس دحك نفس الإشيه تقريبا هي حكت كل شي إنو مرات مش بس على الوقت الغداء ووقت العشاء مرات أي فرصة بتحرنا نحكي معهم نحكي كل شي بصير معنا باليوم أي مشكلة كل شي ليش الشباب بشعرهم جبرايل لما بلتقوا مع بعض الشباب هيك في جلسة قاعدة بتواصلوا بحكوا بأريحية بدون مشاكل بدون أي أكثر هون الشبب عنده مداخلة بتلاقيهم بتحدثوا مع بعض ليش عوائق طيب ليش تكون هاي العوائق بيننا وبين الوالدين جميل بس قبل ما يجاوب هو بدي أجاوب أنا ممكن أن يكون هم أكبر مني وفي احترام بيني وبينهم ولما أجي أنا وزميلتي بكون نفس الاحترام إلي وإلها غير عن الاحترام اللي بعطي إلي ولأهلي يعني بختلف الاحترام كيف يعني يعني أنت قاعدة تتحدث مع الوالد وتتحدث مع زميلة هل الاحترامات تختلف يعني؟ ممكن بعض الأمور أنا ما بقدر أحكيها لأهلي بقدر أحكيها لصاحبتي بتكون هي متفهمتني أكثر نعم زي إيش مثلا زي إيش الأمور اللي أنا ممكن أقدرش أحكيها مع مثلا زي إيش المواضيع اللي أنا بقدرش أثيرها مع أهلي شو موضوع أنت بتقدر تثيره مع أصدقائك وبتقدرش تثيره مع أهلي حالا في كثير شغلات تحدث مثلا بحكي شغلات مع أصحاب وبحكيها مع أهلي نعم لأنه مرات يعني منفع أحكيها مع أهلي منفع أحكيها مع أصحاب يعني منفع مع أي واحد أحكيها زي شو؟ أي شغلة مثلا مرات بصير مع أي مشاكل باجي بمشاكل مع شباب مع إشي طوة شغلة زي هيك باجي باحكي مع أبوي أنه بل كي ساعدنا وإشي بطلع الحك علي نعم فبرجع أنه ولا يمكن أرجعنا أحكي معه لأنه دي طلع الحك علي يعني أنت ما أخذ قرار مسبق؟ لا أنا بحكي معه مرة أنا بجرب الواحد مرة واحدة بجربها إش أزول نعم أنا بجربك مرة شفتك ضريت ما أرجع لك إش أنه شفتك ما اقتنعتش منك فأرجع لك إش أعم كيف؟ يعني هل أنت معقول أنه الأب في يوم من الأيام يوقف ضد ابنه؟ ضد ابنه لا يعني ينسخه أنه كدامي ببين أنه أنا الغلطة أنا شا ما أسوي هذا الأشي بس أنا بقتنعش من حكي يعني أنا بآمن أنه الوالد بحاول دائما يعمل على تعديل السلوك نحنا من التربية نحنا دائما شو نشتغل من خلال التربية؟ على تعديل السلوك صحيح أو لا؟ أنتوك طلاب تدرسوا إعلام صحيح؟ من خلال مشاريعكم اللي بتشتغلوها تطرحوا قضايا القضايا اللي بتتم نقاشها ممكن تحكوا عن التزوج المبكر ممكن تحكوا عن السفاحة القربة ممكن تحكوا عن كثير مواضيع من خلال الأفلام الدكيومنترية اللي بتعملوها الهدف بينها تعديل السلوك ولا لا؟ أستاذ خالد أنا بس ممكن يعني في سبب إنهم بقدروش الشباب يعبر مظبوط لأبو إمه عن المشكلة نعم شو رأيك؟ أنا بحب أسمع منهم نسمع منهم نعم أنا بحب أسمع منهم ليش بناداش نعبره بس أنا وجهة نظري تفضل أنا بقول إنه إحنا لازم الأهالي أنا ما بحمل المسئولية عليهم أنا ما بحمل المسئولية عليهم أنا بقول أنا واجبي كأب واجبي كرب أسرة أنا وزوجتي والعائلة المحيطة إنه نخلق ثقة بينه وبين الأطفال التنشئة ضروري جدا داخل البيت بالحوار بالإصغار فيه فجوة الفجوة الفجوة الأباء بخلوها نعم نعم ليس الطفل هو بخلق الفجوة نعم نعم إذا أنا ما سمعتش لأبني ما تقبلتوش ما شارقتوش ممكن يكون عنده مباراة كرة قدم وقال لي بابا والله عندي مباراة كرة قدم وأنا ما روحتش أحضرها المرة أنا مش ه يعزمني بس إذا أنا رحت وشاف تشجيع شاف حضور لإلي بيكون كتير حلو حفلة عيد ميلاد ممكن أكون موجود أنا بالحفلة عيد ميلاد ابني أو بأي فعالية يعملها التواصل معه ممكن أعد معه جنبه في الليل أفوت عنده على ظرفته أطرق الباب أفوت كيف انتحناتك شو أخبارك أحب جاب علامة مش كويسة أتناقش فيها لماذا عملت هك ولماذا عملت هك ولماذا عملت هك وكيف أنا هذي يخلينهم تاني مرة ما يريدون يتواصل معي ضروري جداً أن يبدأ من عنا إحنا الأباء يبدأ مع أطفالنا نعطيهم هاي الثقة إذا إحنا نعطيهم هاي الثقة أنا بأكد لك أنه بكرة أولادنا لحالهم هل يتوجهوا لإلنا ويكون في بناتنا اتصال وتواصل أكيد أنا بشوف أنه إذا أنا أعطيت لإبني الثقة وحكيت معه والحوار تعزز بيننا أنا ثقتي في أبوي أو أمي بتزيد بتخليني أشعر برتيحة كبيرة أنه أنا في أي مشكلة بقع فيها أو أي موضوع أحب أطرحه وأحكي معه في ممكن أحكي معه في كل ثلاثة أرياحية نحن بس أنا في عندي سؤال يعني حتى يريت لو كان في بين إيدينا إحصائيات أنا بشوف يعني التقيت في كثير شباب وصبايا دائما يقولون أن الأم أقرب للشاب أو البنت في أنه من ناحية إرتياح أكثر ومبادلة في الأحاديث وكل هذه الشغلات لماذا يعني الأم مثلا اللي بيكون دائما هي في بين الشاب والصبية أو يعني الأبناء أنه أنا بقدر أحكي لها أكثر أو أعبر لها عن مشاعر أو مشاكل أكثر من الأب أنت ما رأيك عزيزتي هل بسأل زميلتك هل أنت تعتقد أن الأم هي الأقرب إلى يعني الشباب وفي الأغلب الأم دائما لأن الأم تسمع والكلب حنون يعني أنا أحب أسمع منكم هذا الكلام بس أحب أعرف ليش يعني كلبها أحن الأم شو يعني ظلمنا إحنا كأبا يعني أنا اللي شايفه لا أنا اللي شايفه أستاذ خالد أنه في وجهة نظر أنه في تسلط يعني أوكي في حوار مرات في بعض الأحالات بس في فجوة في تسلط من الأباء من الأصدر شو رأيك؟ أنا بقول في تفضلي أنا سأقول أن الأم تكون حنونة أكثر أنا هي اللي حبلته تسلط شهره في بطنها وتعذبت تجابته هي بتحس فيه أكثر ما بيجي الأب تحس فيه تفضلي تفضلي تتواصلوا أكثر مع بعض أنا بدي أقول أنه ما هي الأم كمان هي في البيت عم تشتغل ما هي الأم كمان عندها مسؤوليات باش ممكن تتواصل هذه الأم الأعادة في البيت هي أم غير عاملة يعني ربة المنزل هي غير عاملة تعمل عندها أحيانا مسؤوليات أكبر من الرجل أنا بشوف أنه عمل الرجل وعمل المرأة ما له علاقة بدرجة الحنان والحم وإني أنا يكون عندي وقت ممكن أنا أكون مضغوط فعلا أنا متفق معكم أنه ممكن أحيانا الأب ممكن يكون مضغوط الأم تكون مضغوطة بسبب أشياء كثيرة بحياتنا ممكن العمل ساعات العمل الطويلة المعاشات المستوى الاقتصادي الحياة اللي احنا مضغوطين فيها يروح الواحد على بيته محمل بهذه الأشياء أنا نصيحة للأباء ونصيحة للأمات مع أنه هي أحيانة تكون شوي صعبة إنه هذا هم العمل إن إحنا منكون فيه خلال ثمان ساعات عمل نحاول ما نجيبه على البيت أنت بتعمل هيك جبرايل تأخذ معك أنا بصراحة يعني بحاول يعني أكون ما جيبش الهم للشغل على البيت حقيقة يعني أنا برضه يعني أب جديد بتعلم كمان ولازم بالفعل أنتبه حقيقة لازم أنتبه لأنا رح أخرب العلاقتي مع مثلا زوجتي وأبنائي نعم فلازم أعطيهم الـ attention هاي الفجوة لازم أشتر عليها أنا بقول مدام هذا الوعي موجودة عندنا نعم أنا كأباء وأنتو كشباب إنه إحنا ما ننقل ضغط العمل والمشاكل على البيت هذه بعطينا كمان مساحة إنه إحنا نتواصل مع بعض نعم جلل نفس الشي إنتو كمان شباب وعنكم مشاكلكم وعنكم تحدياتكم وتحدياتكم يعني بهذه الفترة أكثر من تحديات أي شباب في دول العالم كلها لأنه إحنا منعيش تحت الاحتلال شباب في كل أنحاء العالم وفرهم التعليم وفرهم الصحة وإنت عارف حال الشاب اللي بيقول مثلا بالدول الدينمارك و بالسويد بيعرف حاله أنا عمالي بدرس بكرة أنا دولتي رح توفر لي العمل ورح توفر لي المعاشر كويس بس أنت عندك الألأ الدائم صحيح؟ وهذا الألأ كمان بيخليك أنك أنت متوتر والتوتر كمان بيخليش بيكون في عندنا بناتنا اتصال وتواصل صح؟ نعم بس هذا السؤال شو ليش اللي بيزعشكم بالحوار لما تنين بتحوروا مع بعض والحوار نفقد الحوار نفقد الكنترول على الحوار شو بيصير؟ ممكن وكيف منسيطر على الحوار الجيد؟ شو مواصفات الحوار الجيد؟ وكيف نحن نفقد الحوار ويبطل عندنا الحوار جيد وغير مقبول؟ جميل ممكن أن نكون نناقش في موضوع أنه كل شخص بده معند على قراره بده يسمع قرار الثاني أنه خلاص أنه قراره هو الصح والثاني هو غلط العناد يعني أيها طيب معناته نحن نقول أنه العناد غير مقبول فالواحد لما بده يتحاور مع الثاني لازم شو الواحد بالمقابل يعمل؟ كيف هو؟ قطيع نعم الاستماع لأنه مفروض حرية تنتي لما تبدأ حرية الآخرين تقبل الآخر طيب حكينا عن العناد أي شيء آخر ممكن أن نخرب الاتصال أو يعيق دعنا نقول أنه يعيق الاتصال والتواصل حكينا عن العناد كما تكلمت عن العناد أنت إيش تضيف؟ أنا لازم أسمع منيح للشخص الذي يحكي الله عظيم الإصغاء الإصغاء يا أخوان والله إحنا ما بنسمع أنا أقول إن إحنا نسمع إحنا مشكلتنا في مجتمعنا الكل يقول يعني إلى 30 طالب يقول قد أسمع فالمفروض يكون هناك العكس الإصغاء نعلم الطلابنا عن الإصغاء الإصحاء مهم جدا والوحد يفكر لأنه أنت عملك كاف يعطي لنفسك الوقت انت تعطي ردة الفعل حكي place درامة فيها فاعل وفيها ردة فاعل عندما تسمع تفكر وتعطي ردة الفاعل المناسبة لكن عندما تتفاهم مع وقاها بردك تلاكي مخك تقدر طابك على مخه الإنسجام فإذن كمان نقول إنه الإنسجام ضروري جداً لكن كمان أنا أريد أن أتواصل مع شخص وليس بيني وبينه إنسجام لازم أنا أشوف كيف أنا لازم ألاقي هذا الإنسجام مثلاً أنا قاعد مع صديق لألي وهذا الصديق لألي عنده أخ والأخ دهو احتياجات خاصة عنده إعاقة وهو بخجل إنه يشارك الأخوه بحيب الحياة المجتمعية هل أنا هي مش منسج هو بقول أنا بديش أدمج أخوي معي بحياتي فأنه هي مش منسج من بالفكرة شو لازم أعمل عشان أنه يكون في تواصل أول إشي أنا مش لازم أعنت بالفكرة صحيح يا أستاذ صحيح شو بالضفطة حضرت أرس والإصغاء أقبل أقبل ليش أنا لازم أدمج أخوه في الحياة المجتمعية شو كمان أشياء بتساعد إنه إحنا يكون فيه عندنا الاتصال والتواصل شكل أقوى تقبل رأي لآخرين حكينا عن التقبل رأي لآخرين حكينا عن الإصغاء حكينا عن الإصغاء حكينا أنه كمان لازم يكون فيه عندنا نعطي لحالنا الوقت أنه نفكر عدم التسرع عدم التسرع ليس الإرتجال يعني على الوقت لازم أنا يكون فيه عندنا ردة فاعل سريعة طب إيش بيخلي الاتصال والتواصل والحوار بشكل سلس تفضل إذا كان الوقت الذي سريع أن أحده يحتوي قليلا فيه استثمره لا يمكن أن يكون هو المعصب طبعا الوقت المناسب igon Posam المعصب ما تف rolling نجرب هل يجب أن نعمل كما نرتجال؟ نجرب؟ فضلي هنا نعم نعم نعمل الارتجال هي بدأ تمثل دور بنتي وبدأ نعمل الارتجال على نموذج إيجابي هناك كان عندنا نموذج شاب ما بدهش يصغي لأبوه ومعند وعنده فكرة وحاولنا معه نعمل هذا نموذج معصبية هي جايب الفكرة المشهد الأول الأب كان مقتنع أنه مهم أن يكمل تعليمه لكنه كان عنده عوامل خارجية للياس أنه شباب لا بدنا نشتغل لأنه قدرش معك فلوس قدرش أنت بتسوى وهذا يعني أنا باقى منش فيه تبقى مفيد؟ فضلي تعالي وين يا أبا؟ وين رايحة؟ تعالي وعلي جنبه هنا الله يغضى عليك تعالي وشوك دمستل دور أبوها لكنني ليس كبير كبير وين رايحة؟ عندي ورشة عمل برمالله حلو ورشة عمال ورشة عمال ما هي ورشة عمالة؟ ورشة عمال يعني أنا قبل فترة سأتحدث لك وصلني مكتوب من مؤسسة من رمالله حلو المؤسسة هي عبارة عن تدريب وإكتساب خبرة للمستقبل بعدين ممتاز أنا أحب الخبرة والمستقبل له كله ممتاز ما المطلوب يا ابنين؟ الله يرضى عليك المطلوب أنه تجعلنا أروح يعني لا يوجد مشكلة كم يوم كم يوم؟ هي بس يومين يومين يعني بتروح وبتيجي اه طيب يعني ما تخافش علي فأنا راح أكون أتصل فيك يا بابا أخاف عليك انت ما شاء الله عليك مشتهدة ومميزة وأخلاقك عالية وتصرفاتك وكل شو تمام عندك بس يعني يومين بتروح وترجع ولا كيف أنا؟ مش فاهمة ايه يومين راح أروح وأرجع يعني بس يعني يعني ماكسيموم بكون يعني ثالث يوم على ساعة 8 صبح موجودة هنا في البيت يعني انت تنامي غاد انت؟ اه راح أمي لك أبو عمك يا بابا ضير ضع لك بترفو بالدور وكل يهم من الأول انت تنامي نحن يبقى طلع أنا عودتني وانت صغيرة نحن دائما يكون في بناتنا ثقة هذا هو احكي لي يا بابا انطفتك والسلام عليكم ماذا تفعلك؟ وماذا تفعله؟ أنا أكون مستوعب وبالي مرتاح يعني فيه نوم؟ وين النوم؟ ومين بدي يكون موجود معكم؟ ومين بدي يشرف على؟ بدا تطمن الله يرضى عليكي فقط أنا بدا تطلع ونام؟ النوم سيكون في قتير هناك أفرم الله فصحباتي نازلين معي ليس لحالي نازلة نعم سيكون موجودة معهم في الغرفة فأنا لا تخافش علي حكيت مع أمك؟ حكيت مع أمك؟ حكيت مع أمي أمي حكيت لحكيت لشوفي أبوكي فأنا أنا هنا جاي أحكي ذك هذا اللي جاي مع نفس الموال بتديرها علي شوف أبوكي يا بنات هذا كنا مع بعض بنشارك فيه شوف أبوك ولا شوف أمك شوف خالتك أنا مع بعض بدي أفهم يعني هذا مفيد الدورة؟ آه هي مفيدة لا تفيدني على هذا المستقبل هذا هو يا بنات هذا يرضى عليكي؟ فأنا عواعية بتعرفني وعمر واحد وعشرين سنة يعني ما شاردى عليكي فا بس حالس توكل على الله يا بنات ما عنديش مشكلة يعني ممكن يكون هذا جميل ممكن هذا يكون يعني جزء من حبب حبب أسمع رأيهم شو رأيكم بالديمقراطية اللي شفتوها هون مبالغ فيه هذا المشهد فيه بتصير فيه ناس تتقبل فيه بصير هذا أنا برأيي مبالغ فيه مبالغ لأنه في الشي عندنا هنا في مستمعنا أنه أبو بخلي بنته تروح تنام في محل ثاني أنا بعرف حتى لو أنه جنب الضار ممكننا يخلي هذا أنا بعرف لأنه أنا بقولك أنا عامل عدة ورشات مع الشباب والورشات لما كانوا يجوا على الورشة شباب يعني شباب وصبايا ويروقوا وكان مفيش مشكلة لما نقول إنه الورشة تصير في رمالله ومضطرين لأنه إحنا في عنا ويركشوب عملنا عدة فعليات ما بحكيش عرمالله يعني ممكن تكون في الخليل في نابس في قرقيلية في طول كريم لما يجي دور إنه الصبي لازم تنام بريد بيتها دائما هنا في مشكلة وأنا بعرف إنه هذه مشكلة أحكي لك على مشكلة ثانية عملنا مرة مسرحية تحكي عن الثقافة الجنسية وعن الصحة الإنجابية إذا إحنا بدناش نفهم الشباب بهذا العمر إيش هي الثقافة الجنسية وإيش هي الصحة الإنجابية وإنتوا اللي بقنا نقبلينا على تكوين الأسرة مين اللي بدو يحمل الرسالة؟ أنه أفضل يحمل الرسالة يجيك محاضر من فوق ويلقي عليك ندوة ويعطيك معلومات معلومات وإلا أنت تكون مقتنع فيها وتنقل الأفكار بنات بعض أنا بفكر إيش أنه أحسن لك فعملنا الورشة ودربنا صبية معنا وبعد ما دربنا الصبية معنا على المسرحية اللي هي ذكرنا شو موضوحها أجأ أبوها وإمها وأسات زي أنا لأنني متفق معك بالكلام اللي قلتيه وإيش دائما التحسين الأكاديمي والعلمي بنعكس على التربية ممكن بيكون هو في عالم آخر قال لابنته لا أنا بديش تطلع على المسرح تمسلي هذا موضوع لا يثار على خشبة المسرح ولوين يثار؟ وين؟ ليس نطيره بالكتب والتعليم والفقافة والندوات كيف نطيره هذا الموضوع؟ كيف نتحدث عن موضوع التزميج المبكر؟ أنا متفق معك أنه ممكن هذا يكون نموذج كثير مثالي مثالي فرجينا نموذج للأب وللأم اللي بيخجلوا من أبنائهم اللي عندهم إعاقوا وينش هدين يتواصلوا مع بعض وهذا بحمل المسئولية عليها وهما بحمل المسئولية على المجتمع والمجتمع بحملهم المسئولية إنكم وللآخر جميل أستاذ أستاذ خالد أنا حابب أحكي أنه بالفعل نأمل من هذه الحلقة أنه يصير فيه انسجام يصير فيه حوار يصير فيه وقت للإصغاء بين جميع الأطراف حقيقة أستاذ خالد يعني الوقت دهمنا موضوع كبير وصعب نحصره في هذه الضقائق أعزائي المشاهدين بتأمن أنكم استفدتوا بالنقاش هذا الحلقة بالموضيع التي طرحت وإن شاء الله نكون قد وفقنا في التقدم خطوة في سبيل تعزيز لغة الحوار أعزائي المشاهدين أحب أشكر باسمكم كما مرة ضيفنا اليوم الأستاذ خالد المصوم الاستفساراتكم أيضا أرجاء الاتصال على هاتف البرنامج رقم 275-3355 وأيضا البريد الإلكتروني massmedia.bc.org لكم مني ومنطاقكم البرنامج أطيب التمنيات والتحيات وإلى اللقاء بمنا نبقى جيل جديد إحنا وياكوا أصحاب وبنا نبقى جيل جديد إحنا وياكوا أصحاب بلمدارس عام جديد إستاذ وكل الطلاب ما نعرف غير التهذيك بالمشاهد والحوار